اغلب المسلمين عندهم حيرة فهل ربنا هيقبل مني صلاتي لو انا مش خاشع فيها اني بخش الصلاة وبعدين بتجيلي افكار كتيرة جدا جدا في حاجات شغلاني وهموم في الرزق وفي المشاكل بعدين بطلع من الصلاة حسني مكنش مع ربنا سبحانه وتعالى فهل الصلاة مش مقبولة وهروح يوم القيامة اتفاجئ ان الصلاة دي تترمي في وشي وانا هنا محتاج علشان ادي خلاصة تريح بالك في الحيرة دي محتاج اقولك اقوال العلماء والمفسرين في معنى كلمة الخشوع قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون انا قرأت اكتر من عشر تفسير للعلماء الجامع لاحكام القرآن للقرطبي تفسير القرآن العظيم لابن كثير زاد المسير لابن الجوزي التفسير الكبير للامام الرازي وكثير من التفسير الحديثة كمان لبعض العلماء اللي منهم لسه عايش الخشوع عند العلماء نعيم الاصل فيه انه مخاطب به الجسد وهو سكون الجسد في الصلاة وعدم الالتفات ودي معلومة غيبة عن اغلب المسلمين وسيدنا محمد بن سيرين التابع الكبير كان يقول كان الصحابة في بداية الامر ينظرون الى السماء ويلتفتون فنزلت قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فنظروا امامهم في الصلاة فاغلب المفسرين او جزء منهم كبير على ان الخشوع المقصود به عدم الالتفات في الصلاة وجزء من العلماء بيقولوا ان الخشوع المقصود به بجانب عدم الالتفات الجسد في الصلاة خضوع القلب بالتعظيم للمعبود سبحانه وتعالى انا اصلي وانا قلبي بيحترم ربنا سبحانه وتعالى ولما اتكلموا على الافكار اللي بتيجي في بال البني آدم شيء غريب جدا قالوا الامام البخاري لما ابو خاري قال بو بباب كده عنده بابه يفكر الرجل الشيء في الصلاة يعني انسان يبقى بيصلي وبيفكر في حاجة وان ده لا ينافي الخشوع وقام قيل تحتها كده وقال عمر اني لأجهز الجيشة وانا في الصلاة وقام جاي بحديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام انه بعد ما خلص الصلاة بسرعة قام بعد ما سلم قام بسرعة دخل قط ورجع تاني وما كانوش متعودين على كده متعودين ان سيدنا النبي يختم الصلاة الاذكار اللي بعد الصلاة ويقعد شوية فلما شافهم متعجبين قال لهم انا شايفكم متعجبين لقد تذكرت وانا في الصلاة شيئا من تبر الصدقة يعني ذهب كان عندي فكرهت ان يبيت عندي فذهبت فقسمت ورجع تاني فبيعلق العلماء بيقولوا ايه استنى علي انا عارف ان كنت مستغرب من الكلام ده بس الحيرة موجودة اكتر في قلوبنا لان اغلبنا بيخش الصلاة بتجيلوا افكار في همومه العلماء بيقولوا ان التفكير داخل الصلاة في امور متعلقة بالله لا تتنافى مع الخشوع بل سيدنا النبي قال انا افتكرت حاجة من الصدقة اللي كانت عندي ووزعتها وعمر ابن الخطاب عندهم حرب بعد شوية بيصلي عمالة جيله الافكار غصبا عنه خليفة النبي عسي و سلام امين المؤمنين المؤمنين مين اللي هيقود الجيش ومين اللي هيساعد في كذا وكذا غصبا عنه بتهجى عني الافكار وكانوا هم الكبار من اصحاب النبي يعني المشكلة فين المشكلة في سفاسف الامور اللي خنزة بالشيطان اللي كلمتك عليه من شوية يبيرميها هاكل ايه بعد شوية المطش بدأ ولا لا في واحد كسر عليها الصبح دي لا هي من امر الله ولا من الخشوع ودي لازم نعد ندفعها ونحاول نركز في صلاتنا لكن اصل الخشوع عشان تطمن هو ما تحترش انك تبقى ساكن الجسد وبسكون الجسد هيجي الخشوع عندنا اشكالية عاملة حيرة كبيرة عشان تبقى عارف الناس الحيرانة وبتقول ربنا مش هيقبل مني صلاتي لانه مش خاشع مع انه تقريبا خاشع ولو الفكرة دي راحت من دماغه انه مش خاشع اصلا هتطمنه اكتر ويقبل بقلبه اكتر عارف ايه الاشكالية اللي عندنا احنا شجعنا نفسنا على الخشوع بان احنا نقارن نفسنا باكابر اكابر اكابر الاولياء والصالحين ونحكي البعض عشان نشجع نفسنا على الخشوع قصة سيدنا عروة بن الزبير التابعي الجليل اللي قطع رجليه وهو بيصلي قال لهم سيبوني خش في الصلاة ولما غيب في السجود قطع رجليه ايه بس انت بتقارن حالك يا غلباننا وانت حد من اكابر التابعين وفي مرحلة من اعلى مراحل الايمانية وسيدنا الزبير بن العوام والده برة كان بيصلي فجاءت قذيفة منجنيق زي سلوخ كده عد من ما بين لحيته وهو راكع كده وجسمه ولم يلتفت له ده حواري رسول الله فكنا بنقارن نفسنا عشان نشجع نفسنا على الخشوع بحال كبار الصحابة والاولية فنبص على حالنا نحبط ونقولها على نفسنا اكيد مش مقبولين انت مقبول باذن الله وانت محتاج انك انت تخشع بجسدك زي ما هقولك بعد شوية وخشوعك بجسدك وعدم التفاتك ده ان شاء الله هيجيب قلبك فلو انت حيران ان ربنا مش هيقبلك لو انت مش خاشع وبتقارن خشوعك بهؤلاء الكمل من الرجال سكن جسدك واستريح وهيقبلك باذن الله